روحتوا البنك وتأكدتوا؟ روحنا وياريتنا ما روحنا ولا يكونش مدير البنك هو كمان موالس معايا ويقاسبني في الصفقة الراجل أكد لي أن بابا هو اللي سحب كل الفلوس وراهن الأسور إحنا أسفينا مختار على إيه؟ أنت أخواتي الصغيرين برضو وأنا أخوكو الكبير ولازم أستحب أنا لو كنت عايز أسرقكم الأول كنت خبيت عليكم الحقيقة وخدت الصفقة لنفسي ياريتك يا أخي كنت أنت اللي عملت كده مش هو عشان تعرفوا أني مصدوم زي زيوكو أنا كل اللي عرفوا من بابا الله يرحموا إنها صفقة أدوية متهربة موضوع الكدفين ده ما عرفش عنه أي حاجة خالص أنا حسس إن بحلم وحلم موزعج مش قادر أصحى منه لولا ظنوكو فيا وشكوكو في ذمتي في عز ما أنا محروق عشانكم مكناش وصيرنا بالمرحلة دي وأنت محروق عشاننا ليه بقى؟ تصور نفسك يا سادة يا خوية فجأة مسؤول عن عملية خطيرة زي دي وما تعرفش عنها حاجة والوحدة تعمل إيه؟ ما عرفش طبعاً لأنه ما بفهمش في الحاجات دي شوفت بقى؟ أنا من يوم ما عرفت الحكاية دي وأنا هي لبوخي بدور على راجل واحد يساعدني في نقل البضاعة وتخزنها إنما أشوف ربك بقى أما يرزق من واسعة أو رزق باتنين قصدك ايه؟ قصد النقمة الناس على المال هم أصحابه اخرس انت تجننت؟ بقولك ايه؟ أنا استحملتك كتير يا جماعة يا جماعة وط صدقه بقى لحسن حد مش شغالين يسمعنا تبقى مصيبة وإنت يا أستاذ؟ إيه اللي إنت يا أستاذ دي أنا إيه؟ إنت معايا ولا واجبك هيمنعك؟ مش واجبي بس ده واجبي وضميري وتربيتي تمنعني من أن أوصل السموم دي للناس ماشي يبقى أنتو الاثنين متنازدين عن حقوقكو في الصفقة أعوذ بالله يا أخي من دي صفقة جل زي يا ابونا رجل البر اللي كان بيحج كل سنة يعمل كده بس كل دي أقنعة كان بيخفي بيها جريمتو إخرس انت هو ما اسمحلكوش تمس يا أبويا بكلمة البر والإحسان والطقوة كلها كانت صفات أصيلة في نفسه الطيبة وروحه المؤمنة يا سلام روحه المؤمنة وبيتجر في المخدرات بابا عمره ما يبي القرش حرام حتى فوايد البنوك كان بيوزعها صدقة هو ده اللي هيجنن طول عمره ماشي صح إيه اللي عوجه على آخر أيامه على السكة الحرام دي؟ ومين اللي قال إن الصفقة دي حرام؟ نعم تعبيد حرام مية في المية دكو دافين الحكومة هي اللي منعاه مش ربنا اللي محرامه أسيات الرائد أيوة يعني هي الحكومة منعها ليه؟ مش عشان بيقزي الناس؟ لا يا أستاذ الكدفين ده ده كوحة بيعالج حساسية السدر يعني مفيد مية في المية ولو معاك رشتة تقدر تروح أي أجزة خانة وتصرفه بكل سهولة طب طب هي الحكومة عملت كده ليه يعني؟ أقول لك أنا بقى يا سيدي الحكومة منعته لأن في ناس مجنين بياخدوا كميات كبيرة جدا من الدوة ده قال لي إيه عشان يصطلهم؟ إحنا بقى مش مسؤولين عن المجنين دول يعني لو جبت شريط دوة وبقى البعته كله هموت فيها يبقى الدوة بالنسبة لي حرامة طب ما هو كده يبقى يبقى بابا ما كانش بيتاجر في المخدرات طبعا لا بابا بيقدم خدمة إنسانية جليلة لمرضى الحساسية الصدرية في مصر كلها يا سلام طبعا ما يشوح نما توصل وتتوزع السوق هيشبع وبكده تضمن وصول الدوة لكل مريض وإنت بقى تضمن إن الشوحنة دي توزع العين الحكومة وتوصل للصيدليات مظبوطة اللي أنا عرفه إن فيه واحد هيشيل الشوحنة كلها إنما هيوديها فين؟ الله أعلم هيوزحها في السوق السودة طبعا يا فالح طب وإحنا مالنا مالنا إزاي؟ لدينا ولا أخلقنا يسمحولنا إن إحنا نعمل كده على كل حال فكروا في الموضوع ده كويس بس بعد ما تهدوا كده لأنكم دلوقتي منفعلين وغطبانين وغطبان ما ينفعش ياخد قرار في حاجة وهي دي مسألة عايزة قرار برضو؟ طبعا لأنها حاجة خطيرة وهيترتب عليها حاجات أخطر مهما كان يستحيل أوافع الكلام دي ما تنسوش إننا مديونين للبنك بستة مليون جنيه بضمان الأصول يعني لو ما دفعناش هنضطرت في الشارع بأموك وبخطوك كده برضو أحاجة تهزقنا وتبهدلنا بالمنظر ده أنا مش فاهم أنتم مأزمينها ليه؟ ما الحل قدامنا وفي إيدينا وأنا لا يمكن إسمي يجي في صفقة زي ديها مختار وأنا عند أموت مجوع أحسن من إنا تاجد في السموم دي برضو مش هتخسروا حاجة لو ديتوا لنفسكم وهلأ أسبوع تفكروا فيه كويس قبل ما تقولوا آه وقبل ما تقولوا لأ بس أسبوع بكتيروا البضاعة هتوصل آخر الشهب ويلزمني وقت عشان أزبط وخطط ده إذا اتفقنا وإذا ما اتفقناش هبقى خلصت ضميري أصد ربنا وكل واحد بقى فيكو عاقله فراسه يعرف خلاصه تغير كالبا؟ مجدين أهلا أزار لها